تبذل الجهات المعنية وكافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودا كبيرة من التعاون والتنسيق فيما بينها لضمان التعامل بإيجابية وفعالية مع تداعيات الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة وضمان تقديم المساعدة والدعم اللازمين للمواطنين والمقيمين من الضروري أن تتكتف الجهود وتزداد وطيرة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل التعامل الإيجابي والفعال مع تداعيات الأمطار الغزيرة وهو ما تحرص على تنفيذه الإدارات المعنية بوزارة الداخلية وفي هذا الإطار تعمل الإدارة العامة للمرور على التوعية بما تقتضيه القيادة الآمنة على الطريق حقيقة نستقبل أمطار خير على مملكة البحرين في هذه الأيام وأحنا طبعا على أتم الاستعداد من خلال استقبال مكالمات خط الصاخن عبر 199 لأي عطل من خلال المركبات التي تتعطل في أثناء هطول الأمطار كما تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على النهوض بمهامها والتعامل مع أي ظروف طارئة في هذا المجال سواء ميدانيا أو توعوية طبعا نظرا للوضع الراهن والتحذيرات الصادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية بالوضع طبعا نود في الحقيقة أن نطمئن المواطنين والمقيمين ومثل ما تعرفون أن تقلبات الجو والطقس في هذا الوقت هو أمر وارد وطبيعي طبعا قامت الإدارة العامة للدفاع المدني متمثلة بإدارة العمليات برفع الجهازية لجميع المراكز الموزعة على أرض المملكة طبعا مثل ما تعرفون أن هذا أمر طبيعي وجميع المراكز جهازية كبيرة الضباط والأفراد طبعا بيكونون على أهب الاستعداد في حال تلقي أي بلاغ يذكر وفي ذات السياق تمضي شرطة النجدة والتي تتلقى البلاغات وتباشرها على مدار الساعة من أجل تقديم الدعم والمساعدة لكافة المواطنين والمقيمين طبعا نحن في غرفات العمليات الرئيسية وكذلك في مركز الطوارئ أو التصال الطوارئ 999 الجهود مبذولة من الجميع كذلك نعمل على مدار الساعة بالإضافة إلى الدوريات الناجدة المنتشرة في جميع محافظات المملكة بتكون موجودة على مدار الساعة لأي بلاغ لأي استقبال لأي مساعدة يطلبونها المواطنين والمقيمين والسوار كما تحرص قيادة خفر السواحل على اتخاذ كافة إجراءاتها الوقائية ونشر الإرشادات التوعوية لمرتادي البحر في إطار تعزيز السلامة البحرية نظر الأجواء المتقلبة التي تشهدها مملكتنا الغالية نود أن نهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر كما نود أن نشير بأن مركز عمية البحرية بقيادة خفر السواحل على أتم الاستعداد لتلقي البلاقات على رقم 9941750 وتسخير جميع طاقاتنا لحفظ سلامة الجمهور والممتلكات العامة والخاصة وهكذا فإن تكامل الجهود مسألة بالغة الأهمية لكنها تتطلب بدرجة رئيسية تعاونا وتجاوبا مع المواطنين والمقيمين مع تمنياتنا بالسلامة للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر